بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من الدروس وفيها من العضات وفيها من الفوائد ما يشتمل على صنوف وعلى ألوان كثيرة فإذا تأملنا هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأملنا ما كان فيها من مواقف نخرج منها بفوائد جمة تنفعنا في حياتنا وتنفعنا في تحقيق ما نصب إليه طالما كان في مرضاة الله جل جلاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يناله من الأذى ما يناله من المشركين في مكة فقد كانوا يصدون عن سبيل الله وكانوا يحولون بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بلاغ دعوته وإيصال رسالة الله تعالى إلى خلقه ولما كان الحال كذلك ويقع على المؤمنين إيذاء كبير من أكابر قريش ومن عظمائهم أذن الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بأن يهاجروا وأذن لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا عظيما وكبيرا في الوفاء ويضرب لنا مثلا من عدم نكران الجميل وعدم التنكر للناس حتى ولو كان يقع عليه صلى الله عليه وسلم منهم أذى فلما خرج صلى الله عليه وسلم وقف ينادي مكة وكأنها بشر لها عقل وعندها إدراك تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقوله وتعي ناداها صلى الله عليه وسلم وهي البلد التي كان يؤذى فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي البلد التي حال أهلها بين دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلاغها لعباد الله وقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعترف لمكة بالفضل ويقول والله إنك لخير بلاد الله وإنك لأحب بلاد الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت ما تركها صلى الله عليه وسلم كراهية لها ولم يتركها صلى الله عليه وسلم وهو يتنكر لفضلها عليه ولكنه خرج منها صلى الله عليه وسلم وهو يعترف لها بالفضل ويعترف لها بالمحبة ويعترف لها أنه لو لم يكن مضطرا للخروج منها ما خرج صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدافع عن قضية وكان يتبنى قضية من كبريات القضايا وهي قضية البلاغ البلاغ عن الله سبحانه وتعالى قضية التوحيد قضية الإيمان بالله جل في علاه فخرج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه سيدنا أبو بكر الصديق وهم يعلمون أنهم يجاهدون في سبيل قضية فيها مرضات الله جل في علاه فعلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام العلم أنه في معية الله وأنه مهما كانت التحديات فإن الله سبحانه وتعالى ناصره والله سبحانه وتعالى منفذ معه ما وعد فقد قال الله جل في علاه وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ وَقَالَ جَلَّ فِيْعُلَاهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ فلما كان الحال كذلك وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق وهما في الغار إذا بالصديق يرى أقدام المشركين على فم الغار أو على باب الغار فيخشى الصديق على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحزن لذلك حزنا شديدا ويقول لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا فيعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من كان في معية الله فإنه يجب عليه ألا يخشى ولا يحزن يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وهنا يتنزل القرآن الحكيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وهنا درس يعلمنا جميعا أن الإنسان طالما يدافع عن قضية وأنه طالما هو في مرضاة الله جل في علاه فإنه يجب عليه أن يستشعر دائما أنه في معية الله فلا يخشى من أحد ولا تلومه في الله لومة لائم هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر